ينضم إلينا عبد الرحمن الكلثمي رئيس فرقة النماص الشعبية أبو سامر شرفتنا في مساء الثقافة الله يرفع قدرك و شرف لي و شكر لكم الاستضافة يسلم كربي مبارك أول شيء مشاركتكم في مهرجان قمم فرقة النماص الله يطول عمرك دعنا أبدأ معك بسؤال مباشر ما هي الفنون الجبلية؟ طبعا فيه فرق الفنون الجبلية التي صوتية لما نقول الفن الجبلي الذي تطرق صوتي أو استخدام الزميرة أو الصفريقة نسميها الصفريقة آلة هي؟ هي آلة زي الحديدة كذا يستخدمها الشخص للتعبير عن ما فيه خاطره بأصوات طبعا لصوتها شديد يستخدم هذا الشيء فالفنون الجبلية مختصة سميت ممكن بارتفاع المنطقة بكونها منطقة جبلية فالأصوات الجبلية تختلف عن الأداء في الميدان فيه فنون أدائية في الميدان وفيه أصوات جبلية التي سميت عليها الفنون الجبلية أي و الفن الأدائي يسمى جبلي أو لا يسمى جبلي؟ لا يسمى جبلي الفنون الأدائية كالعرضة واللعب والخطوة والقزوعي يعني فنون كثيرة يعني ما تسمى فنون جبلية فممكن أختير الاسم الفنون الجبلية بكون المنطقة الجنوبية مرتبعة و الفنون الجبلية الصوتية هذه ظهرت من هذه المنطقة هي تابعة الموروث يعني كانت تستخدم سابقا في النداء هذه قديمة يعني اللي يقولون اللي يسج و اللي يسرح مع الغنم ولا يسلي عن خاطره فيه من الأشياء اللي تعتبر ضمن الموروث الشعبي جميل طيب فرقة النماص في مشاركته في مهرجان قم الدولي شاركت بماذا؟ طبعا شاركنا بفن المتقال بدون الرمي طبعا في إشكالية ممكن في الرمي والبارود يحتاج تصريح رغم أن المفروض أن الفرق الشعبية لديها التصريح هذا شاركوا بفن المتقال فن المتقال اللي هو ماخوذ من المشاة العسكرية يكون فيه المقمع و يكون فيه رمي بالبارود و الشخص عليه مجاند و لابس الجنبية و الخنجر و يشكلون مشاة عسكرية طبعا و من هذا الفن ينسبل من بالعادة؟ طبعا لرجال الحجر اللي هم أربع قبائل بني شهر و بني عمر و بل اسمر و بل أحمر غالبا يستخدمونه في أفراحهم أيضا غير المتقال فن العرضة بعد المتقال و فن اللعب اللعب الشهري يعني هو نسب لبني شهر لأنهم أكثر ناس يلعبونه من زمان أي بس العرضة و درجال العرضة العرضة فيه اختلافات صح؟ العرضة فيه اختلافات من جميع المناطق أما رجال الحجر عرضتهم واحدة و المتقال واحد و اللعب واحد و ما يفرق مثلا في عرضة رجال الحجر عن نجسة؟ طبعا نتكلم عن زهران و غامض الإقاع مختلف في غامض و زهران الإقاع في شهران و عسير و في سبت العلاية الإقاع مختلف و الأداء مختلف يعني أنا أبيك تعذرني عشان أسئلتي تفصيلية لأنه أنا أدرك قيمة هذا الموروث و كيف هو مرتبط في وجدان أي سعودي عشان أسئلتي و أريد أن أخذ تفاصيل فيها هذا أرث عظيم يعني الله يحفظ حكامنا و يطول عمارهم مهتمين للعرضة السعودية يعني من عهد الملوك السابقين و من عهد المؤسس و الظن حتى في بعض استقبال رؤساء الدول شاركت شاركنا مشاركات كثيرة قديمة في استقبال آخر استقبال كان لنا الرئيس الأمريكي ترامب استقباله في مدينة الرياض شاركنا بالعرضة و الحمد لله كانت مشاركة ناجحة و في مشاركات سابقة الرئيس الفنزولي و الرئيس الصيني فهي تعمل نحن قلنا الآن فرقة النماصة المدكال و العرضة و اللعب و اللعب اللعب الشهري يسمونها اسم الدارج الأكثر كون قبيلة 8 شهر تميزوا فيه رغم أن القبائل الأخرى يؤدونها و ما يميز اللعب الشهري مثلا عن غيره الإقاع بس طبعا العرضة تعتبر ركسة فرح أو أداء فرح عرفت أما اللعب و الخطوة و فن جميل فرايحي يلامس القلب يعني عرفته المشاعر و تكون القصائد فيه غزلية و يكون الأداء و الشكل شكل ملفت يعني غالبا قصائد فيه تكون قصائد غزلية نعم صحيح طيب وش أيضا شاركوا فيه وش قدمت فرقة النماصة زي ما قلت لك قدمه المدقال و اللي هو بالمقمعات و الفتيل أيضا العرضة العرضة طبعا يكون فيها شاعر يقصد يعبر قصايد وطنية طبعا فيه فن الشقر يعني في العرضة أيضا اللعب الشهري و أحيانا الخطوة نأديها في بعض المناسبات رغم أنها اختصاص العسير و بعض القبائل لكن نأديها محبة